دكتور لما نحكي كوفيد طويل الأمد عم نحكي عن الأعراض التي تستمر بعد كورونا صح؟ هناك العديد من التسميات أو التعريف لهذا المصطلح أو هذا الحالة الجديدة التي ظهرت في العالم نتيجة أعداد الإصابات الكبيرة فمنظمة الصحة العالمية عرفت آخر تعريف لكوفيد طويل الأمد هي الأعراض التي تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع بعد أو أربعة أسابيع بعد التعافي ولا يمكن تفسيرها أو نسبها إلى أمراض أخرى تتشابه في الأعراض فالأعراض مجموعة من الأعراض مثل التعب العام، الإعياء العام، السعال المتكرر صعوبة في التنفس، آلام في الصدر، اضطرابات في النوم وتغير في المزاج وضعف في التركيز وألام في المفاصل وهناك العديد من الأعراض التي شملت هذا المصطلح فلذلك قامت العديد من دول العالم المتقدم بإنشاء مراكز متخصصة ودراسات وأبحاث على هذا الموضوع من أجل تشخيصه بدقة وإيجاد وتفسير علمي لهذه الحالة وإيجاد وسائل العلاج المناسب نعم، دكتور، إحنا اللي شفنا في كورونا على الأغلب أنه كل شخص عنده قصته، وكل شخص عنده أعراضه والتشابه كان قليل، فكل حدا يحكي لنا قصة شكل أنا صار معي هيك، ما صار معي هيك، أنا تعبت، أنا ما تعبت أنا فقدت كذا، أنا رجع بعد ثلاثة يام عادي، أنا صلي ثلاثة شهر ما أرجع عادي فاستجابات الناس كانت عم تكون مختلفة جداً نعم، صحيح، وهذا أمر صحي، فالبشر يختلفون في استجابات أجهزتهم المناعية وذلك يعود إلى اختلاف في الأعمار، الاختلاف في الأجناس، الاختلاف في مساحة الجسم الاختلاف في الأمراض المرافقة، الاختلاف في الأحمال الفيروسية التي تعرض لها هذا الشخص فإذا تعرض الشخص إلى أحمال فيروسية عالية، الظروف المحيطة التي صاحبت الإصابة فلذلك لا يمكن أن يكون البشر متشابهون في الاستجابة المناعية أو في الأعراض فهناك تشابه في الأعراض بنسب معينة مثل أن الآن في المتحور أوميكرون قليل جداً يبلغ هؤلاء الأشخاص عن فقدان لحاسة الشم والذوق مثل ما حصل مع المتحور دلتا وأيضاً ليس بالكل الذين أصيبوا بالمتحور دلتا فقدوا حاسة الشم والذوق فالأمر مرتبط باستجابة جهاز المناعة لذلك يجب الآن الانتباه إلى المحافظة على جهاز مناعي صحيح وسليم والمحافظة على جهاز تنفسي صحيح وسليم من خلال اتباع الخطوات أو اتباع الإجراءات الصحية السليمة مثل الإقلاع عن التدخين، النوم لساعات كافية تناول الغذاء المتزن وممارسة الرياضة لمدة كالمشي أو الجري لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعياً للمحافظة على سلامة وصحة الجهاز المناعي والجهاز التنفسي أيضاً نعم، طب دكتور لما نحكي عن هذه الأراض التي تستمر بعد الإصابة بكورونا لفترات طويلة، عم نحكي فترات طويلة كم؟ يعني مثلاً بعض الأشخاص احنا بنعرفهم ضل يسعل بعد كورونا شهر شهرين أحياناً لسا الساعة لما راحت فهل هناك توقعات هذه الأعراض مثلاً شدتها، مدتها؟ في أي توقعات أو انطباعات عن هذه الأعراض؟ تشير آخر الدراسات والأبحاث العالمية والتي أجريت في المملكة المتحدة إلى أن هناك مجموعة أو فئات معينة قد تكون الأعراض لديهم تطول كالأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة أو الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات نتيجة الالتهاب الرئوي ووضعوا على الأجهزة الداعمة للتنفس كأجهزة النافذة وغير النافذة أو الأكسجين أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي كانسداد الرئوي المزمن أو الربو فقد تظهر لديهم أعراض تستمر لفترة طويلة وهذا أمر ليس بجديد فهناك العديد من الفيروسات التنفسية التي قد تؤدي إلى ما يسمى بمتلازمة ما بعد الإصابة بالفيروسات التنفسية كالسعال فهناك سعال قد يستمر لفترة طويلة بعد الإصابة بالفيروسات التنفسية فلذلك يستدعي من الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض استمرت لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد التعافي يعني أسبوعين وأسبوعين لمدة شهر يجب عليهم طلب العون الصحي من الطبيب المختص لأخذ سيرة مرضية مطولة وإجراء الفحص السريري ومن ثم إجراء بعض الفحوصات كالفحص الصور الشعاعية للجهاز التنفسي وإجراء فحص كفاءة للرئة حتى نعلم أن إذا كانت هذه الحالة هي متلازمة ما بعد الإصابة أم أمراض مشابهة أخرى نعم جميل جدا طب دكتور يعني لما صار حاليا متحور أوميكرون صار فيه شوية يعني ردة فعل عند الناس أنه أخف ما في مشكلة ما رح يصير إشي زي الرشح والرشح العادي هل يعني يجب نحن أنه بجوز نعطي شوية نصائح عن هذا الموضوع ونحكي أنه حتى لو كان أخف من دلتا هذا الانطباع العام ولكن هو لسه خطير أولا لا يمكن اعتبار أن المتحور أوميكرون هو رشح لذلك هو متحور من فيروس كورونا ونحن نعلم أن المتحور أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من المتحورات الأخرى التي سبقته فهو ينتشر ثلاثة أضعاف المتحورات الأخرى ولديه قابلية لإصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقا فإذا انتشرت العدوى بشكل كبير فهذا يؤدي إلى وصول العدوى إلى الفئات ذات الاختطار العالي كالذين لديهم أمراض كامنة أمراض مزمنة كالذين يتناولون أدوية مثبتة للمناعة وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع عدد الإدخالات إلى المستشفيات وأيضا لا ننسى متلازمة ما بعد الإصابة بكوفيد فيمكن أن الأشخاص إذا أصيبوا أن تستمر لديهم الأعراض إلى فترة طويلة فيجب علينا أن نتبع الإجراءات التي نعلم أنها فاعلة كلبس الكمامة والتباعد وغسل الأيدي وأيضا أركز على نقطة مهمة جدا وهي تهوية المناطق المغلقة بشكل جيد والإقبال على الحصول على اللقاحات لأن اللقاحات لا تزال فاعلة وتحمي من الإصابات الخطيرة والشديدة نعم جميل جدا دكتور يعني حاليا هل هناك مثلا بعض النصائح التي تقدمها للأشخاص التي أصيبوا مثلا للمرة الثانية وبعض النصائح للأشخاص الذين لم يصيبوا أو لم يصابوا نهائيا يعني صار في عندنا تخوف يعني الناس كنا نفكر قبل مثلا السنة الماضية أنه خلاص نصاب مرة نرتاح حاليا نعم نصاب تاني مرة وتالت مرة وبعض الأشخاص رابع مرة نعم فلذلك كما ذكرت يجب علينا أولا أن نحافظ على صحة الجهاز والسلامة الجهاز التنفسي نحافظ على سلامة وصحة الجهاز المناعي كالإجراءات التي ذكرتها في البداية وأيضا اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع وصول العدوى ولمنع انتشار العدوى وفي حال أصيب هؤلاء الأشخاص فيجب عليهم البقاء في العزل وأيضا لأنه كما ذكرت أن الإصابات بأموكرون قد تكون خفيفة أو متوسطة لكن انتشار العدوى بشكل كبير يؤدي إلى وصولها إلى فئات ذات الاختطار العالي فيجب المحافظة على أيضا نوم كافي وصحيح لأن النوم يساعد على التخلص من الخلايا الالتهابية أو معاملات الالتهاب وأيضا يجب طلب العون الصحي العاجل في حال ظهرت علامات ذات الاختطار العلامات التحذيرية مثل أن يكون هناك آلام شديدة في الصدر صعوبة شديدة في التنفس ارتفاع في درجة الحرارة غير قابل للنزول بخافضات الحرارة الاعتيادية ميل الشفاه إلى اللون الأزرق أو الأطراف اللون الأزرق فهذا يستدعي من هؤلاء الأشخاص طلب مشورة والعون العاجل من الطبيب المختص نعم دكتور في النهاية سمعنا أنه في عمل مراكز في بعض الدول اللونغ كوفيد يعني أول الأشخاص يصابوا لفترات طويلة وأيضا شو علاقة السكن بمدن مثلا مكتظة بالسكان بهذا الموضوع؟ نعم هناك قامت المملكة المتحدة بإنشاء ما يقارب من 90 مركز لمتابعة الأشخاص الذين أصيبوا بالأعراض أو ما يسمى متلازمة كوفيد وقد رصدت أموال لمراكز الدراسات والأبحاث لإجراء أبحاث على هذه الظاهرة وهذه المتلازمة لأنها قد تشكل تهديدا للأنظمة الصحية في المرحلة القادمة نعم فلذلك هناك اهتمام عالمي بهذا الأمر لتقديم رعاية وخدمة صحية مثلا لهؤلاء الأشخاص حتى يخرجوا من هذه الحالة وأيضا كما ذكرت أن السكن في المدن المكتظة أو المدن الصناعية هناك ترتفع تراكيز الجسيمات العالقة في الهواء نتيجة التلوث الخارج من عوادم السيارات أو الخارج من المصانع فتنفس الهواء الملوث أو الذي ترتفع فيه نسب تراكيز هذه الجسيمات العالقة يؤدي إلى الإخلال بسلامة الجهاز التنفسي وزيادة احتمالية حدوث الأمراض مثل الربو وحساسية القصبات والانسداد القصب المزمن وبالتالي إضعاف مناعة الجهاز التنفسي واحتمالية حدوث العدوى أكثر والمضاعفات أكثر من الأشخاص الذين يتنفسون هواء النقية نعم جميل جداً شكراً دكتور لو حضرتك معنا وشكراً للمعلومات المهمة جداً التي قدمتها اليوم يعطيكم ألفات شكراً أهلاً وسهلاً فيك